بالمناسبة نتقدمه بالتعزية ولو أنها تعزية للشعب الجزائري يعني كما يقولوا نعزوا نعزوا رواحنا لأنه هذولي نحسبهم شهداء عند ربي سبحانه عز وجل هذول دي الجزائر ماتوا شهداء الواجب أبناء الجزائر دايما نهضر عليهم ودايما نذكرهم وشو نقوله نقوله ربي يرحمهم يسكنهم فسح الجنان إنا لله وإنا إلي راجعون هذه الجزائر أولادها هذه الجزائر وهذا ما أولادها وجدين للتضحية هي في الحققها رانا قاع انتاج مع الموت رانا قاع انتاج أي واحد معرض للموت كبير سقير مريض صحيح ولكن هذه الفئة هما الأقرب هما الأقرب يعني تقريبا حياتهم قريبة للتضحية يعني جايين في الحدود جايين في الخط تمازت على التضحية تعال موت معرضين للخواء الأخطار والكوارث في أي لحظة هذو هما أولاد الجزائر اللي نحيوهم ونترحموا عليهم نحيوهم في الحياة ونترحموا عليهم في الموت وندعو لهم إن شاء الله في هذه الليلة ليلة المباركة نقولوا نرفدوا يدينا وندعو لهم بالرحمة ربي يرحمهم ويسكنهم فسح الجنان إن الله وإنا يراجعون هم السابقون ونحن اللاحقون هذه هي ليلة الله محمد رسول الله وتحية الجزائر والمجد والخلود للشهداء الأبرار هتلقى حمز